ربنا كرمنا نتعب في الكابتن على ربنا الكريم والله يتعب معنا اوي وهو دايما يقولينا ان احنا لو اقدر لك انحصل حاجة ربنا السطح يعني ان احنا نسعد عشان نلعب بقى ستة محتوى زي ما حدودك بتقول فربنا يكرمنا يا كابتن ولبالينا فرصة ربنا يكرم ننسعد كمان دول التمانية يا رب يعني ان شاء الله انتو الزمالك اعتقد من افضل واقوى الفرق اللي موجودة في بطولة الكونفيدرالية طيب عايز اسألك سؤال بداياتا كده بزعلان ان انت ما بتروحش لمنتخبة جد يعني زعلان ان انت مسلا ما هو اي حد يتمنى نروح لمنتخبة طبعا لكن دي اختلاط الكابتن حسام وانا اشتغلت مع الكابتن حسام وكابتن سعفان في المصر وهم ما بحبوني جدا والله وكابتن سعفان وكابتن حسام وكابتن ابراهيم وكان فترة جميلة اللي اتتعام معنا في المصر والله طبعا لكن طبعا اي حد يتمنى نروح لمنتخبة لكن والله العزمة كابتن طيب انت واحد من نجوم نادي امبي قبل انتقالك للنادي المصر البورسعيد ما هو الفرق طبعا نادي امبي ده بيتك وكل حاجة طبعا طبعا بس ايه الفرق ما بين نادي مش جماهيري ونادي جماهيري زي المصر يعني بيعشق كرة القدم مدينة بورسعيد النادي المصر بيعشق كرة القدم وجماهير والله كابتن خالي الحمد لله نادي جماهيري ونادي جماهير والله العظيم عارف ان الناس بتدعمه وانا بحيث ان الناس هناك وجماهير ومستر كامل وانا ببقى صرحان والله لان الحظ اما حضرك عارف ان الكرة ما بتلعب تحت الجماهير بيتلعب احسن وبيتوب بقى حتى ضغط ضغط حلو يعني ضغط اللي هو لا يزم كل ماتش بتراكز اكثر وكده وحتى لو طبنا كرام وكتب بسيبت ماتش لان اي حاجة بتحصل ممكن الناس تنتقدوا كده ولكن الناس هناك بتحبوا الكرة والله تتخذنا وحضركوا بتقول ونفسهم والله يعملوا اي حاجة عشان النادي ينجح والله تمام فربنا يكرم يا كابتن والله وكرمنا السلام بإذن الله ان شاء الله كابتن محمود جد واشكرك شكرا جزيلا واعتقد يا جماعة شكرا جزيلا لمداخلتك والف بليوم مبروك لصعود المصر بروسعيد